تعتزم اليابان تخطي ماضيها الفضائي المتعاثر حيث أطلقت الأربعاء مجسا فضائيا جديدا في مهمة تستغرق ست سنوات لجمع عينات من كويكب يأمل العلماء أن يكشك الكثير عن منشأ الحياة ويحمل المجسس مهايبوسا 2 أي السقر الجوال باليابانية وتأجل إطلاقه مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية وسيقوم المجس بمسح لسطح الكويكب قبل أن يهبط ثم يضع كميات صغيرة من المتفجرات لإحداث حفرة ليدأ في جمع العينات ويعتقد أن الكويكبات تشكلت في بداية النظام الشمسي واستهدف المجس الكويكب المصنف برقم 1999 جي يو ثلاثة الذي يعتقد العلماء أن به مادة عضوية يمكن أن تكون سهمت في منشأ الحياة على الأرض ومن المنتظر وصول المجس إلى الكويكب عام 2018 وأن يعود بالعينات في عام 2020 وهو نفس العام الذي تصدف فيه توكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وهذا هو ثاني مجس ياباني يحمل نفس الاسم ولم يتمكن المجس الأول من جمع مواد كافية كما كان يأمل العلماء لكنه دخل التاريخ كأول مجس يجمع عينات من كويكب والمجسان تبعان لوكالة الطيران والفضاء اليابانية وانتهت مهمة المجس الأول التي استمرت سبع سنوات عام 2010 بمروره فوق أستراليا وسقوطه في الصحراء زيها اللطفي رايترز